شلونكم شاكم ماكم إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام ريد ماجيك هي فئة مخصصة للجيمينج للألعاب أشهر منتج عندهم حاليا هو ريد ماجيك ناين برو اللي هو موبايل خاص بالجيمينج بس عدكم فكرة أنه ريد ماجيك عندهم كيبورد وماوس خرافيات للجيمينج بهذا الفيديو راح نسولف عن واحد من أفخم الكيبوردات اللي جربتها بحياتي واللي مثل ما قلنا من إنتاج شركة ريد ماجيك بالإضافة إلى الماوس وكالعادة مثل هذه المنتجات التقنية الرهيبة دائما راح نلقاها عند ميكي ستور في بغداد الكرادة خارج سعر الريد ماجيك كيبورد هو 250 ألف دينار والماوس الريد ماجيك سعره 100 ألف دينار بالتأكيد مثل هيش أسعار ما تعتبر مناسبة للأغلبية ولكن ميكي ستور عندهم فئات متنوعة وأكو أسعار أرخص من هيش أسعار عندهم وتعتبر يعني كيبوردات ومنتجات أيضا ممتازة ولكن بالنسبة لي من أول ما جربت هذا الريد ماجيك كيبورد صار عندي تصور واضح عن كمية الإبداع اللي عند شركة نوبية إذا خلت براسفة شي تريد تسوي من الناحية التقنية الإبداع والإتقان اللي موجود بهذا الكيبورد والماوس على أعلى مستوى وبصراحة تغيرت عندي النظرة بشكل عام لما جربت منتجات من ريد ماجيك أكيد أنا ما مجرب الموبايلات بس صار عندي فضول هس أجرب الموبايل إذا هما كيبورد وماوس هيتش يضبطوا بشكل يعني صراحة من أحلى الكيبوردات اللي شفتها بحياتي فإذا هما مضبطين أمورهم من هذه النواحي اللي هي تعتبر نحس مو أي واحد ممكن يضبطها فما بالك بالموبايلات وهذا هو الريد ماجيك كيبورد مثل ما تلاحظون الأكسنت أو الألوان اللي موجودة هي الرصاصي والأسود والأحمر طافي هذه الباليت أو يعني التركيبة من الألوان أنا بالنسبة لي مفضلة يعني أحبها حتى الساعة ماتي ذات تلاحظون دائما الأحمر والأسود ولما يكون أكو بعض الكيز بالرصاصي فالشيء أنيق فصراحة أن هذا أكثر شيء يجنبني هذا الكيبورد هو خاص بالجايمينج وبي يعني الصوت مالته فالشيء يعتبر يعني هادئ مو فالشيء مزعج كنت أستخدم الكيكرون صوت عالي أنا أحب هيتشي وكأنما تايبينج يعني قديم بس بنفس الوقت للجايمينج من تكثر الأزرار أصبح فالشيء مزعج فوجود هيتشيء أزرار تكون بصوت ناعم فاتشيء مو كلش عالي فهذا فاتشيء يعتبر مثالي لللاعبين أكو شروع ثاني هم تعتبر مثالية لللاعبين وهذه تجربة أنا مرأت بها شخصيا الكيبورد هذا مثل مواضح بدون لغة عربية يعني هو بس لغة إنجليزية فأنا عادة الكيبوردات اللي أجيبها تكون بس لغة إنجليزية وديها المكتب مكتب أونلاين صاير بالمنصور وهذا المكتب يحفرون بالليزر لغة عربية يعني مو نزقات هالمرة من رحة وديتنهم هذا الكيبورد ما قدروا بأقصى درجات الليزر أنه يحفرون باللغة العربية وهذا ينطي دلالة على أنه الكوتينج أو الغلاف الأصلي اللي موجود بالأزرار كلش قوي ومو بسهولة يروح فهذا فاتشيء طمّن لللاعبين هذه الأرقام والهيئة والشكل ما رح تختفي بسهولة رح تاخذلها عمر طويل طبعا رجل معذرة إذا الصود تحسوا يعني مختلف عن بداية الفيديو الجزء هذا صورته بعد فترة طويلة وحاليا عندي يعني الحالة الصحية شوية يعني قحة وبنفس الوقت اللي متابع الستوريات وانستغرام والفيسبوك يعرف أنه أنا عندي كسر بالضلع فالصعوبة على يدات نفس يعني والكلام فارجل معذرة إذا الصود تشوفه غريب زيان نجي بالنسبة للموس همينا هذا موس الريد ماجيكيت ما تعفت شيء كل شيء مهم بعيدا عن التصميم الحلو والتفاصيل اللي هي يعني صدق بريميام فتشي فاخر إلا أنه أحلى شيء أنا شفته هو الخفة خفة الوزن هذا فتشي يحتاجه للاعبين يريدون فتشي خفيف أنا يستخدم الموس اللي هو اللوجيتيك شوية بيثقل هذا ممتاز صراحة كل شيء مرتاح له بس ثقل بشي ثقيل بحيث للجامرز ما يكون مثالي يعني للدزاينرز وغيرهم بس هذا للجامر فتشي سلس وفضيع فضيع ماكو شي خوفة يعني أنا أول مرة أجرب هيتشي ماوس خفيف بحيث ينطي ثلاثة يشجعك أنه تلعب وتستخدم الموس بالألعاب طبعاً اللي يسأل عن الويل هذي أو العجلة نقدر نتخصص أحدادات من خلالها لأنه يوجد شاشة هنا هنا نقدر نغير الشكل الإضاءة اللي نريدها بالنسبة لي يعني أكثر شيء حبيت صراحة هو أنه ماكو إضاءة لأنه يعني فتشي كلش حلو اللون هذا اللي قلت لكم عليه الباليت اللي هي رصاصي وأسود وطافي أحمر فتشي كلش حلو فما حبيت للإضاءة برغم أنه ويفت شيء يعني ممتاز وحلو وعندي إضاءة تأكس على الكيبورد فلا أشوف كل الأحرف بشكل طبيعي وهنا عندنا هذه الألوان اللي هي تتغير الRGB علوان صراحة حلوة يتناسب كل الأذواق هنا الفايد يعني يتغير لون كل شوية يعني ببطء طبعاً واحدة من الميزات الحلوة اللي موجودة بهذه الشاشة أنه تقدرون تعرضون الأداء أداء CPU 10 GHz زي صرف وهنا حتى يطلع لي FPS لفريم بير سيكن اللي هي الفريمات اللي تتشتغل عليها الشاشة فهذه تعتبر صراحة ميزة حلوة أنه يعرض الأداء هنا فتشي حلو صراحة أنه واحد أثناء الجيمينج يعرف إيش قد الفريمات اللي تتشتغل فصراحة بميزات واي حلوة غير هذه يعني يعني أنا ما أعطب كل التفاصيل كل اللي يجذبني هو التصميم أنه أجيبه إلي يعني هاي بتعتبر حتى ما أسميها مراجعة لأنه أنا يعني هذا الكيبورد جايبة إلي يعني أكو منتجات هاي ترى أنا أجيبها وما أسوي لها مراجعات لأنه أنا دا أستخدمها وهمين أضيق الوقت ما يسمح بس هذا يسوى أنه أسوي لها مراجعة وهو يعني ما متوفر عند ميكي ستور بعد هي بس قطعة واحدة جابوها في يعني إراد واحد اللي يريد يشتري لازم يتزع عليه من الصين لأنه ريد ماجيك يتبيع حاليا هيتشو منتجات فقط بالسوق الصيني وبمناسبة نصيحة التطبيق خلا شوفكم هاي الشغلة التطبيق هذا مع الكيبورد لا تحدثوا إذا إذا إنتوا لكم نية أنه تشتروا بالمستقبل من تشتروا من الصين أو إذا واحد صار عند سفر لا تحدثون أعلى من هذه النسخة لأنه اللغة الإنجليزية رح تغوح رح يصير كلها صيني فأني اتورطت هاي الشغلة ورجعت مساحت ورجعت نصبت التطبيق القديم فنتبهوا على هذه الفقرة أنه هذه هي اللغة إنجليزية إذا تحدثون رح تصير صينية فهذا حبيت يعني أخليكم على علم بهذا الموضوع ونرجع هنا للشاشة هذه شاشة اللي هي الثانوية شت أتمنى صراحة لو صير شوية أكبر كان صارت الصور بها أحلى إذا ما يعجب كم تتحكمون بالويل هذه بالعجلة فأكو تطبيق خاص بهذه الكيبورد والماوس هنا حتى تخصيصات للكيز أقدر أغير هنا أقدر أختار شكل الإضاءة أطف فيها أكيد مثل العجلة نفس الإعدادات ما بي اختلاف بس الشغلة اللي موجودة بس بالتطبيق ما تقدرون تتحكم بها هنا هي تغيير الشاشة صورة الشاشة أنا حطيت صورة رامي أبني ورفعتها من هنا بحيث مباشرة أنا أحملها مثل من تلاحظون هذه الصورة هي مباشرة الموجودة ورح تتحمل بشكل يعني صحيح هي الأسباكت ريشو مالتها شوية مساحتها مت شبيرة بس فاتش حلو إضافة تصميم نقدر نخلي مال ريد ماجيك هذه يعني أكو تفاصيل حلوة بس بشكل عام تقدر تخصيص حلو للشاشة تقدر تخلون أي صورة تعجبكم بالنسبة الكابل اللي يجي مثل ما فهنا أنا خال متعمد ظاهري لأنه فاتش حلو يعني وجوده وهذه هي كل التفاصيل اللي تخص الكيبورد يعني أكيد موضوع جودة الكيز نفسها والفخامة يعني التصميم بشكل عام هذا فاتش ما أعتقد حتى الكاميرا توفي حقها فبالنسبة يعني كل سعيد بأنه أستخدم هذا الكيبورد للقناة هو الكيكون هذا يعني يعني مو للمراجعة يعني جبتها أو إنما هو إلي يعني داري أستخدم مثل ما قلت لكم ديزاين بلائم ذوقي الخاص وبنفس الوقت جودة التصنيع فهذا هاي هاي كل التفاصيل اللي تخص ال ريد ماجيك كيبورد والماوس يمكن الماوس ما طبيت بتفاصيل هواية أكيد طبعا تغير الارجي بي وغير يعني مننا موجود كل الإعدادات نقدر نغيرها بس أبرز شي نقدر نقول عنه بهذا الماوس بالإضافة إلى جودة التصنيع بالإضافة إلى سلاستة وأناقت هو الخفة خفة الوزن الوزن هنا فالشي رح يفضل كثير من اللاعبين ورح يشوفون تجربة رهيبة بالمناسبة ترى الاثنين يربطون بأدابتر 2.4 ويرابطون بلوتوث ويرابطون كابل همين يعني ثلاث أنواع من الوزن تقدرون تربطون عليه وهذه الكيز لدينا دقمتين تقدرون تخصص وليس دائما لا خلي صراحة تخصيصات للماوس لأنه ممكن بشكل غير مقصود يدوس لدقم أثناء المونتاج أحتاج الدقة ريد ماجيك والماوس ريد ماجيك مرة ثانية أرجو المعذرة على الصوت وشوي التعب والصيام فيعني أنا ردي أتكمل هذا الفيديو لأنه يصال لفترة طويلة مواعدكم بي وما حبيت الصوتي صال الأسبوع تقريبا ما دي يصير زير فالحمد الله على كل حال شكرا جزيلا لكلما أكمل الفيديو الأخير إذا بعدكم ما مشتركين للقناة أشتركوا حتى لتفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفات هاشتك 9 ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم يا هلبي اللي بقى لنهاية الفيديو أكيد حتى لو الحالة الصحية ما تسمح لازم أخصص جزء من أي فيديو لكم اللي بقيته للأخير أكو بس شاء الله وحداك نظيفة قد تبدو وجهة النظر لكثير من المتابعين أنه أنا شنو ده أصرف هل قد فلوس على كيبورد وعلى ماوس في حين أكو يعني قلبي كثير جدا ونفس الأداء إحنا في بعض الأحيان نوقف قدام مزهرية أو فتحفة معينة وتعجبنا بشكل شبير وإذا كانت عندنا الإمكانية أنه نشتريها فمن الشخص البائع يقول لنا سعرها إحنا ما رح نفكر بالسعر عجبتنا خلاص رد نشتريها فموضوع التقنية بالنسبة لمحبين التقنية مثلي أنا همنه نفس الشي فأني من أجرب على السعر هو صح سعره غالي هذا الكيبورد بس مثلي هذه المزهرية اللي عجبتني خلاص أنا قمت تخيلها أنه هي موجودة هنا وغيرت الفاد على موده بعد ما رصاصي فهي هاي الحالة اللي تخلي الشخص المحب للتقنية يشتري شغلات قد تبدو غالية ولكن من نفس الوقت منظور الآخر جوز مثل ما قلت لكم بعض المتابعين نشوف أنه هذه ممنطقية شرائها زيان فهي هاي التقنية تجمع صارت تجمع الدزاين والتصميم وتخلي الناس يعني اضيف بالإضافة إلى العملية فهي شي حلو يخلق فتح حالة نفسية بالنسبة لي من دباع على هذا المنظر حتى يشجعني أنه أشتغل أكثر أدري الموضوع تشوف وجوز تافه يعني مفت شي يسوى بس هي فعلا حالة نفسية تفرق عند الواحد فتخلي يشتغل ومثل وجود مثل هاي منتجات لما